غرق سفينة تيتانيك يعتبر غرق سفينة تيتانيك أحد أكبر وأشهر المآسي التي حدثت عبر التاريخ وهي عبارة عن سفينة بريطانية ضخمة غرقت في الفترة الواقعة ما بين 14 إلى 15 من أفريل سنة 1912 خلال أولى رحلة تقوم بها حيث غرقت السفينة خلال إبحارها من مدينة سوثامبتون بإنجلترا إلى مدينة نيويورك وتسببت في مقتل ما يقارب 1500 شخص من الركاب وطاقم السفينة وبذلك فإن غرق سفينة تيتانيك كان بمثابة فاجعة كبيرة بالنسبة للجميع وتمت كتابة العديد من القصص والأفلام والمقاطع الموسيقية حولها كما كانت محل اهتمام العديد من الأبحاث وتم وضع العديد من التخمينات العلمية حولها كيف غرقت سفينة تيتانيك؟ يرى العديدين أن السبب في غرق سفينة تيتانيك هو اصطدمها بجبل جليدي في وسط البحر حسب فيلم الشاهير حيث أنه قد تمت ملاحظة هذا الجبل في الساعة الحادية 10.40 دقيقة مساء من قبل الراسدين المتواجدين على متن السفينة ثم بشكل مفاجئ تغير مسار السفينة نحو اليسار باتجاه الجليد مما أدى إلى استدام السفينة من الجهات اليمنى بالجليد على امتداد يصل إلى 90 مترا مسببا دخول الماء إلى 6 مقصورات من ضمن 16 مقصورة التي تتكون منها السفينة ثم بدأت المياف بعد ذلك بالتسر بنحو باقي المقصورات وتشير بعض التقديرات إلى أن الاستدام تسبب في ثقب أربعة مقصورات وليس ستة وقد كان جليا أن مصير سفينة التيطانيك الغرق بعدما تم تدفق المياه إلى 6 مقصورات وحسب ما تنبأ به مهندس سفينة التيطانيك فإنه كان من المتوقع أن تغرق السفينة بعدما يقارب الساعة والنصف من بدء تسر بالمياه إلى السفينة إلا أنها صمدت لمدة ثلاث ساعات مما يدل على قوة هيكل السفينة في ذلك الوقت وبعد امتلاء السفينة بالماء تكون ضغط هائل على منتصف السفينة والذي أدى في النهاية إلى تصدعها وتحطم مقدمتها ثم غرقت السفينة في الساعة الثانية وعشرون دقيقة من صباح يوم الخامس عشر من أفريد يعتبر غرق سفينة التيطانيك لغزا كبيرا حيث أنه لمدة مئة عام كان الجميع يصدق بأن السبب في غرق السفينة هو اصطدامها بجبل جليدي في وسط البحر ولكن ظهرت نظرية جديدة تبين أن السبب الرئيسي في غرق السفينة هو اندلاع حريق هائل كان قد بدأ بالنشوب منذ ثلاثة أسابيع دون أن يلاحظ أحد ذلك مما أدى إلى إضعاف هيكل السفينة وتسبب في تضرورها بشكل كبير عند اصطدامها بالجليد وهذا حسب ما أدلى به أحد الخبراء كما أنه كان يعتقد بأن السفينة عند مغادرتها لحوض إصلاح السفن الموجود في بيرفاست كانت تواجه ضعفا في البدن والهيكل وحسب ما صرح به الصحفي سيناي مولوني لصحيفة الطايمز فإن آخر التحقيقات التي عملت حول غرق سفينة التيطانيك فإن هذه الحادثة قد صنفت على أنها إحدى أقدار الله فغرق السفينة لم يكن مجرد حادث بالجليد وإنما كان نتيجة للعديد من الأسباب التي تجمع النار والجليد والإهمال معا ترجمة نانسي قنقر